ترجمة نانسي قنقر نيماني هو لسج الهدف الدقيقة 67 في الشوطة الثانية نقولوا كانت المباراة المباراة كانت متساوية مباراة في الاستحواذ في التمريرات في اللعب في الخطط كانت كل مدرب ورغم أنه خطافي كان فائز لكن كل مدرب شنك باش مرينو المدرب بتاع المدرب تاع مايوركا وان تخل بخطة ربعة ثنين شنك باش المدرب بتاع خطافي تخل بخطة ثلاثة 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 يعني كانت المباراة كانت تاكتكية بين المدربين شنك مانولو رينال الحارس شنك كيفاش لامورا شنك كيفاش مارتين شنك علي خاندرو شنك كيفاش اندريس بابا شنك كوبي شنك سيلفا دانيلي شنك كيفاش جونيور شنك كوتشو يعني من الخرش في الشوط الثاني شنك عبدو باتريس من جانب من جانب مايوركا شنك خيطة في كيفاش دافيد سوريا وين انقض المرمى تاعو شنك كيفاش دامين شنك مارو شنك كينيدي ماطا آنخيل رودريغز يعني انقضوا بلي كانت انقضوا بلي الاهداف وين تسجلوه تسجلوه لشن اللعاب اللي دخلت في الشوط الثاني هو اللي يسجل الهدف اللي هو اللي يسجل الهدف في الشوط اللي اللي يسجل الهدف في الدقيقة السبعة وستين يعني كانت نيماني لا 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 ما لعب دخل دونتري ولعب المباراة شنك كيفاش الخيطة في مايوركا كيفاش انتهت المباراة انتهت وان مايوركا عمل المستحيل من اجل الا التعديد النتيجة لكن خيطة في عرب كيفاش يفوز في الاخير وان المباراة في صالحه هذه هي اللي غال اسبانيا مايوركا سفر خيطة في هادر صحيتم